سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم فرصة لرؤية أشياء تعود لآلاف وحتى ملايين السنين الماضية وذلك بمجرد الذهب إلى المتحف وفي بعض المتحف على كوكبنا يتم الاحتفاظ بأمور مذهلة حافظت على شكلها رغم مرور كل هذا الوقت في هذه الحلقة سوف نتعرف على أشهرها في عام 2015 بدأت مجموعة من العمال الصينيين أشغال الحفر لإنجاز طريق جديد حين تم اكتشاف مفاجأة مذهلة أثناء الحفر عثر العمال على بعض العظام ولم تكن عظاما عادية بل كانت ضخمة تم إيقاف الأشغال واستدعاء علماء الغثار اتضح أن تلك العظام هي هيكل عظمي لإدينصور يبرغ من العمر 180 مليون سنة نعرف أن ذلك الرقم كبير جدا لكنه حقيقي بعد نهاية عملية الكشف عن الحفريات تبين أنها تمثل 70% من الهيكل العظمي الكلي يمكنكم رؤية عظام الأطراف الخلفية مع ثلاثة أصابع إضافة إلى 13 فقرة من العمود الفقري وما يصل إلى 22 قطعة من عظام الذيل هذا الاكتشاف نادر للغاية يقول العلماء إن الهيكل العظمي ينتمي لديناصور من فاصلة ليفونغوسوريس والتي عاشت في الصين خلال العصر الجوراسي طول الهيكل الذي تم العثور عليه هو 5.3 متر ويقول العلماء إن طول هذه الديناصورات يصل إلى حوالي 9 أمتار بعد ذلك وعلى بعد 500 متر عثر العلماء على هيكل عظمي آخر لكنه كان في حالة أسوأ من الهيكل الأول إذا كنتم تريدون رؤية الهيكلين فكل ما عليكم فعله هو التوجه إلى متحف العلوم في هونغ كونغ انتهينا من الهيكل العظمية لكن يجب أن نخبركم أيضا بأن العظام ليست الجزء الوحيد المتبقى ليومنا هذا من الديناصورات في عام 2011 اكتشف عمال ملاجم كنديون اكتشافا صدم العالم إنها ممياء ديناصور تعتبر هذه الممياء أفضل أحافير الديناصورات التي حفظت على شكلها لفترة زمنية طويلة قدر العلماء عمر هذه الممياء ب110 مليون عام وهي تتواجد اليوم في متحف التيريل الملكي لعلم الحفريات سنتحدث الآن عن شيء مختلف عن بقية الأشياء التي سوف نتكلم عنها في هذه الحلقة نعلم أن هيكل الديناصور مهم لكن ماذا عن نيزك قدم من كوكب آخر؟ تم العثور على ELH 84001 عام 1984 في أنتاركتيكا على جبال آلان هيلز من المستحيل أن نعرف بالضبط كيف وصل إلى هناك لكن العلماء لديهم نظرية مهمة قبل أربع مليارات سنة اصطدم جسم كبير غير معروف بالمريخ وذلك أدى لتحطيم الكثير من الصخور على سطحه وقبل 17 مليون سنة سقط نيزك على المريخ وذلك أدى لتطير حطام صخور المريخ في الفضاء لملايين السنين وقبل 13 ألف سنة دخل جزء منه إلى مجال جاذبية الأرض واخترق الغلاف الجوي على شكل نيزك أعجب العلماء بهذا الاكتشاف ثم تم تجاهله إلى غاية عام 1996 حيث بدأ الاهتمام به مجددا في ذلك الوقت ذكر علماء وكالة الفضاء الأمريكي الناصة بأنهم عثروا على هاكل مجهرية متحجرة لبكتيريا مشابهة للتي تعيش في الأرض على ذلك النيزك بالطبع يمكن أن تكون تلك البكتيريا من الفضاء ومع ذلك فإن ALH 84001 يمكن أن يكون دليلاً لوجود حياة على كوكب المريخ إيكاريا وريوتيا الآن علينا العودة إلى كوكبنا والحديث عن المخلوقات التي عاشت هنا لكننا لن نتحدث عن كائنات ضخمة مثل الديناصورات هذه الدودة الصغيرة وحدة من أقدم المخلوقات التي عاشت على سطح الأرض تمكن العلماء من العثور على عينات متحجرة منها في جنوب أستراليا وتم تقدير عمرها ب555 مليون سنة في ذلك الوقت كانت الكائنات وحدة الخلية تعيش لوحدها على كوكب الأرض حجم هذه الكائنات لا يتجاوز حجم حبة الأرز طولها حوالي 7 مليمترات وعرضها عند أوسع نقطة هو مليمتران ونصف لم تكن هذه الكائنات تفعل أي شيء باستثناء الزحف في قيعان المحيطات والبحث عن الطعام ما يبدو من الوهلة الأولى أنه صندوق قديم به بعض النقوش وهو في الحقيقة نوع قديم من الوسائل التي استخدمها الأغنياء في مدينة مومبايا الرومانية القديمة من أجل الحفاظ على مجوهراتهم في ذلك الوقت لم تكن الخزائن الفولاذية التي يتم استخدامها اليوم لحماية الأشياء الثامنة موجودة وتم الاعتماد على هذه الصناديق التي صنعت قبل ألفي عام يمكن القول بأنها آمنة أيضا وهي قادرة حتى على مقاومة الحمام المركانية عثر العلماء في الثمانينيات من القرن الماضي على هذا الصندوق المزود بآلية إغلاق مكونة من أربع خطوات معقدة وبداخله مجوهرات قديمة وقيمة تم العثور على هذا الكنز على شواطئ نابولي وما زال يثير فضول الباحثين لغاية اليوم جيش تراكوتا ربما يكون الاسم مألوفا ليس من المستغرب أن يكون هذا الجيش من أكثر الأشياء جذبا للسياح في الصين كما أنه مدرج ضمن قائمة الطراث العالمي من طرف اليونسكو دعونا نتعرف عليه أكثر في القرن الثاني قبل الميلاد لم تكن الصين كما نعرفها اليوم كانت المماليك الصغيرة المتحاربة تحتل المنطقة تدريجيا وكان حاكم أحد تلك المماليك هو شين شيهواندي دخل هذا الرجل التاريخ بعد توحيده لتلك المماليك لكنه كان طموحا ومتسلطا كان يحلم بغزو العالم حتى بعد موته ولذلك طلب أن يتم تجهيز جيش له أمر شين شيهواندي ببناء قبر كبير له وهو اليوم مدفون فيه ومحاط بالكثير من التماثيل الفخارية التي يقرب عددها ثمانية آلاف تمثال إضافة إلى مائة وثلاث عرب وخمسمائة وعشر حصانا ومائة وخمسين فارسا على أحصنتهم تم إنجاز كل شيء بتفاصيل دقيقة بلامح الوجه وشكل الأسلحة والدروع المزخرفة وحتى باطن الأحذية من المدهش أن هذه التماثيل بقيت بحالة جيدة بعد أكثر من ألفي سنة وقد تم اكتشافها عام 1974 أثناء عمليات حفر الآبار واليوم يعتبر جيش تراكوتا متحفا في الهواء الطلق الجرو تم العثور على هذا الجرو المتجمد في منطقة ياقوتي جرق روسيا سنة 2018 قدر العلماء عمره بثمانية عشر ألف سنة درجة الحرارة المنخفضة أبقت الجثة بحالة جيدة الجسم مغطا بالفرو والأسنان كلها سليمة هذا الاكتشاف العلمي له أهمية كبيرة خاصة من الناحية التاريخية حيث كان العلماء يعتقدون أن الحيوانات الأليفة مثل القطة والكلاب ظهرت منذ خمسة عشر ألف سنة فقط هذه الممياء هي معجزة أثرية وواحدة من أفضل المميوات التي تم العثور عليها يقدر العلماء عمرها بمائتي سنة قبل الميلاد هي امرأة نارستقراطية ثرية تفيت في سن الخمسين سنة ما يجعلها فريدة من نوعها هو أنها كانت محفوظة في سائل غريب وقد تبخر ذلك السائل بمجرد فتح القبر تم تغلفها في عشرين طبقة من القماش وربطها بشرائط الحرير وتم وضعها في تابوت مكون من أربع طبقات كل ذلك ساعد في الحفاظ على الجثة وكأنها توفيت منذ أسبوعين فقط عند العثور عليها كان الجلد ما زال مارنا حتى إن العلماء عثروا على بعض الدم في أوردتها تم اكتشاف هذه الممياء سنة ألف وتسعمة وواحد وسبعين وقد سمح ذلك باكتشاف العديد من الأمور الجديدة حول أسرار التحنيط كما وجد العلماء أن هذه المرأة كانت غنية وتتناول الكثير من المواد الدهنية ولا تتحرك كثيرا في حياتها اليومية ولذلك أصيبت بالبدانة وتصلب الشرايين إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر